إحداث صندوق خاص لتمويل وتطوير التكوين والرفع من مستوى المواهب الصاعدة في كرة القدم في صلب اتفاقية شراكة وقعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجموعة المكتب الشريف للفصفات وشركاء من القطاع الخاص الأطراف تلتزم بموجب الاتفاقية بتطوير كرة القدم المغربية من خلال تعاون بين الشركاء يتمثل في تطوير وتحديث مراكز التكوين المتواجدة بالمملكة المغربية وتعزيزها بتجهيزات عصرية يتم تدبيرها بطريقة احترافية وخبرة تقنية دقيقة المشروع الموقع يمثل خطوة مهمة في عملية تطوير والارتقاء بكرة القدم الوطنية أكثر فأكثر المبادرة تندرج في طري الرؤية المستنيرة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يهدف من خلالها جلالته إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الشباب والشبات والفتيان والفتيات من مختلف الفئات العمرية وفي جميع أنحاء المملكة للعيب كرة القدم والتكوين والتدريب في ظروف نبواتية وجو من الاختراف الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفصفات مصطفى تراب من جانبه أعرب عن اعتزاز المجموعة بتعاونها مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإحداث هذا الصندوق والأفاق الهامة التي سيقدمها قرار يأتي تنفيذا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى إطلاق الاستثمارات في البنيات التحتية والعنصر البشري ترم دعم المجهود المبذول على المستوى الوطني من أجل تطوير كرة القدم والتميز في هذا المجال الرياضي الهامة ترجمة نانسي قنقر